بتصدق اذا خبرتكن انه هايدي العشر سناسة او القرش انبيعت بخمسمائة الف دولار هيدا اللي صار عندنا بالوقت المتحدة الامريكية مؤخرا انبيع قرش او دايم او عشر سناسة بيرجع تاريخه لالالف وتسعمائة وخمسة وسبعين بقيمة خمسمائة وستة لاف ومتان وخمسين دولار هيدا الرقم حقيقي اللي عم بيقولوه هن منظمين هيدا المزاد العلني الذي حصل انه بالالف وتسعمائة وخمسة وسبعين لما المصنع اللي هو سق هيدا العملة عمله 2.8 مليون من عدة عملات ومن بينها هيدا القروش ولكن في اتنين من الدايمز او القروش او العشر سناسة فيهم غلط ما كان فيهم الحرف اللي هو بيدلل على المصنع اللي سق العملة الحرف اللي هو حرف الاس وبالتالي نتيجة هيدا الغلطة صارت او صارو هودا القروش نقدرين والعالم تتقاتل لحتى تشتريهم اللي بيملكو هيدا القرش اني ثلاث اخوي وارتوا عن خيهم خيهم اللي هو كان معيه من 40 سنة وحاطوا بالبنك لما توفى خيهم هني وارتوه وعرضوا هيدا القرش بالمزاد العلني وحصلوا على اكتر من 500 الف دولار عليه بما يتعلق بالعشر سنات التانيين اللي كمان بلح حرف الاس مباعد بال2019 ب 456 الف دولار فاذا عنكن عملات معدنية بالبيت شايكوا عليهم يمكن وعسى وعلى انه تصيروا مليونيرية من وراهون رأيكم بالموضوع شارعوا للفيديو ما تنسوا تتابعونا المتابعة مجانية موسيقى